اشتركوا في القناة الأرقام الإحصائية العامة وسجلات الجرائم في المحاكمة وجدنا أن 81% من الضحايا هم دون سن الثلاثين و64% من القتلة أيضاً دون سن الثلاثين أي أنهم لم يصلوا إلى مرحلة النضج بالنسبة للتحصيل العلمي وجدنا أن 92% من الضحايا والقتلة حاصدين على توجيهي فأقل بالنسبة للعمل 82% من الضحايا لا يعملوا و23% من القتلة لا يعملوا أيضاً 64% من الضحايا دخلهم أقل من 450 دينار شهري و54% من مرتكبي الجرائم دخلهم أقل من 450 دينار أيضاً 70% من الضحايا غير متزوجات و49% من القتلة أيضاً غير متزوجين هلأ الإنسان اللي عنده عائلة عنده إشي يخسره 76% من مرتكبي الجرائم أخو الضحي بعدين تيجي إلى 13% الأب ليش؟ لأنه الأب هو معيل الأسرة عادةً 51% من الجرائم تقع في مناطق الوسط ومناطق الوسط هي اللي فيها 54% من الفقراء فنجد أنه في غالبية الدول التي تعانم الفقر وسوء التعليم هناك وقوع لهذه الجرائم لكي يضطهد به الرجل والمرأة وكأنه اضطحاده وفقره يريد أن يكون هناك ضحية وهو المرأة اشتركوا في القناة